اهلا بكم قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون ان حكومته اتخذت قرارا بإلغاء العديد من الفعاليات في اكثر الاماكن حساسية وذلك حماية للمواطنين والمرافق العامة تصريحات ماكرون جاءت في كلمة له اثناء ترأسه اجتماعا لمتابعة الاحداث المتصاعدة في البلاد لمواجهة هذه الاحداث اتخذنا قرارا بإلغاء العديد من الفعاليات في اكثر الاماكن حساسية وذلك حماية للمواطنين والمرافق العامة كشفت بكالة الصحافة الفرنسية عن صدور مذكرة استخباراتية تحضر من ان رقعة العنف يمكن ان تتوسع خلال الايام القادمة ماذا بدأت الشرطة اخلاء ساحة الكونكورد الشهيرة في وسط باريس من المحتجين بعد ان بدأت فيها مظاهرة دون تخطيط مسبق لا يبدو ان الامور تتجه نحو التهديئة في الشارع الفرنسي الغاضي محتجون فرنسيون اقاموا حواجز واضرموا النيران واطلقوا الالعاب النارية على الشرطة احتجاجا على اطلاق احد افرادها النار على شاب يبلغ من العمر 17 عاما ولدة الشاب نائل للاصول الجزائرية اشعلت من جديد جذوة الغضب لتصريحاتها عن وجود دوافع عنصرية وراء الحادثة موضحة ان الشرطي لم يكن مضطرا لسفك دم ابنها كان يمكن ان يلجأ الى طرق اخرى لسيطرة على ابني لم يكن مضطرا لقتل ابني برصاصة من هذه المسافة وفي صدره لا لا يمكن استيعاب الامر الشرطي رأى وجها عربيا طفلا صغيرا واراد ان يقتله الى متى سيستمر هذا الداخلية الفرنسية التي تحدث بشكل متلاحق اعداد الاصابات في صفوف عناصر الشرطة وصف الوزير جيرارد دارمانين احداث الليلة الماضية بالعنف النادر واكد مكتبه ان الاعتقالات وصلت للمئات وتشهد زيادة حادة عن العمليات السابقة وان كانت الحكومة لم تصل بعد الى حد اعلان الطوارئ غير ان الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون دعا الى اجتماع طارئ جديد خلال يومين وتوازيا تسير اجراءات التحقيق مع الشرطي القاتل محاميه قال لقناة تلفزيونية انه نطق بكلمة الاعتذار لعائلة الفتاة وصفا حالته النفسية بالمنهارة بعد ان وجهت اليه السلطات تهمة اولية بالقتل العمد وعدم استفاء شروط الاستخدام القانوني للسلاح لكن الشارع الغاضبة في مكان اخر لا يستمع لدعوات التهدئة ولا يعبأ بالحشود الامنية يؤكد ذلك ما نشرته وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر امني بصدور مذكرة استخبارية تحذر من ان رقعة العنف يمكن ان تتوسع خلال الايام القادمة من جهتها قالت رفينا شمدساني ناطق باسم مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ان الهيئة تشعر بالقلق زاء حادث اطلاق النار القاتل في فرنسا وتعتبره فرصة لمعالجة العنصرية في انفاذ القانون واضافت شمدساني انه حان الوقت لتعالج باريس بجدية مشكلة العنصرية والتمييز العنصري المتجذرة في صفوف قوة الامن لقد حان الوقت لكي تتصدى فرنسا بجدية لمشكلة العنصرية والتمييز العنصري المتجذرة بين قوات الامن وانفاذ القانون كما نشدد ايضا على اهمية التجمعات السلمية وللحديث اكثر عن هذا الموضوع ينضم لنا من باريس الباحث السياسي حسين جيدل اهلا بك استاذ حسين سأبدأ معك ربما من اخطر نقطة في هذا المساء وهي البيانة الذي اصدرته نقابتان تهتمان او نقابتان شرطة او اكبر نقابتين للشرطة في الواقع في فرنسا والذي جاء فيه انه غدا سنبدأ المقاومة وعلى الحكومة ان تعي ذلك جيدا وانا اقتبس مما جاء في البيان هل تتعامل الشرطة مع القضية وكأنها موضوع شخصي ما بين الشرطة وابناء المهاجرين في الضواحي الفرنسية وإلى اي مدى يمكن ان تذهب الشرطة في هذا الامر تحية لك والاخوة المشاهدين طبعا هذا التصريح صادر عن احدى اكبر نقابات ليس محل اجماع بل ان الامين العام لنفس النقابة ندد بهذا البيان وبمحتوى من عبارات مثيرة غير مقبولة تثير الحقد وتشعل نار الفتنة اكثر مما تطفئها وكذلك النقابات الاخرى التي ايضا نددت بمعالجة الامر معالجة بالردع وبالقوة اذا هناك انشقاق في صفوف الشرطة لان لأول مرة تقف الشرطة امام فيديوهات لا يمكن بأي حال من الاحوال ان تعطى تفسير اخر او تأويل اخر بحيث قتل هذا الشاب قتلا متعمدا بدافع معين قد يكون عنصرية وقد يكون شيئا اخر طبعا للتعريج على هذا الامم المتحدة ابدت مخاوفها اليوم من العنصرية في صفوف قوة الامن ولكن منذ شهر فقط اعضاء مجلس حقوق الانسان الفرنسي انفسهم نددوا بالعنصرية التي تنخر مصالح الامن وقوات الشرطة اذا نحن الان امام امام مأزق وطالما عالجت السلطات الفرنسية الامر على انه خلال بالامن العام ولم يظهر عند المحتجين وعند العموم بان العدالة ستأخذ مجراها وبان هذا الشرطي وغيره من شرطة سيننون جزائهم ستبقى الامور ويمكن ان ازداد الان ازداد التوتر اكثر وهو ما حذرت منه مصادر استخباراتية بان احتمال اتساع رقعة العنف هو كبير والسؤال المطروح هنا سيد جيدا لماذا الى الان تبدو مقاربة السلطات الفرنسية في معالجة هذه المسألة امنية لماذا لم تستخدم وسائل اكثر فاعلية في امتصاص وتهدئة الشارع المحتقن بشكل حقيقي لسبب واضح وبسيط ان السياسات التي انتهجت كلها كانت سياسات خاطئة وان منذ عدة سنوات المناطق المهمشة اوكلت لامرها هناك تم انقاس الاعتمادات لهذه المناطق تم انقاس الخدمة العامة انتم تعرفون ان هناك بأزق كبير اذا تعيشوا المستشفيات الفرنسية المدارس الفرنسية وهذا كله بسبب سياسات خاطئة ماذا من جهة مجهة ثانية ان هناك ضغط اليمين واليمين المتطرف لان ماكرون الذي لم يحصل على الاغلبية الكاملة في البرلمان لا زال يحاول ان يتجنب ان يعطيها لليمين الذي جاء في المرتبة الثانية في الانتخابات الرئاسية المرحلة النهائية ان يعطي له مزيدا من المجال ان يفتح له المجال ليجني اصوات اخرى نحن ماكرون ينظر الى انتخابات 2024 الاوروبية وهي ستكون امتحانا كبيرا لماكرون كذلك لا بد نعرف بان المعالجة العنصرية تتطلب الاقرار بان هناك عنصرية بان السلطات تغض طرف والكل يعرف مقتل الشاب الافريقي منذ عدة سنوات عندما تم بطر امعائه بقذيب ادخل من ورائه اذا ورغم ذلك لم تتم ادانة ذلك الشرطية رغم ان والخبرة التي قدمت نفت ذلك رغم تقديم خبرة سيد حسين قلت انه يجب الاطرار بداية بان هناك عنصرية وقلت ايضا قبل قليل في اجابتك ان هناك انقسام في داخل الشرطة حول البيانة التي صدر ولكن وزير الداخلية نفسه يقول فرنسا لن تبقى مكتوفة الايدي ازاء هذه الاحتجاجات هذا تصعيد واضح من قبل الداخلية الفرنسية طبعا نحن نعرف جيرال درمانا منذ ان جاء لوزارة الداخلية وهو يغلض في القول ويستعمل هذه العبارات انه يريد ان يظهر طبعا له طموحات سياسية اخرى تتجاوز وزارته وكذلك ليسحب البساط من تحت اليمين المتطرف واليمين المازق الذي يعيشه اليمين الفرنسي ليس له اي مجال سياسي ولذا رأينا ان اليمين الفرنسي قد اختار رئيسا له ايريكسيوتي المحسوب على اليمين المتطرف اذا فدرمانا يعرف جيدا بان هذه المناطق المحمومة والمحرومة كانت قد سوتت لمرشح اليسار ميلونشون ويريد بكل ما يستطيع ان يحاول ان يجلب عصوات من طرف اليمين اذا المازق السياسي موجود وكذلك ليس من عادات الفرنسيين الاعتراف بالتقصير وبالخطأ عندما يتعلق الامر بالمهاجرين للأسف الشديد لم يكن هذا ولم يقع يوما ونراه لحد الان يبررون هذه المواقف باساليب معينة حسين جودة للباحث السياسي كنت من عنا من باريس شكرا لك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة